كيبورد الآيفون في وائد حركات واختصارات جميلة وصدقني أنت ما قاعد تستخدمهم وممكن ما تعرفهم أساسا فخلني اليوم عرفك على حركات جميلة في كيبورد الآيفون تابعوا إياه إذا حذفت نص عن طريق الخطأ ممكن فقط بثلاثة صابع تسحب بهذا الشكل راح يتم استرجاع لنفترض المؤشر موجود على كلمة معينة وانت حاب تحدد الكلمة هذه فبسبعين أضغط بهذا الشكل مباشرة راح يحدد لك الكلمة هذه إذا حاب تخلي المؤشر في أي مكان في النص فاضغط على كلمة مسافة ضغطة مطولة وبعدها ممكن تسحب بهذا الشكل على الحين لو كنت حاب تحدد النص بالكامل فبسبعين ممكن تضغط ضغطتين بهذا الشكل راح يحدد لك النص لنفترض حاب تنسخ أي نص فبثلاثة صابع سوزوم إن بهذا الشكل راح ينسخ لك النص وممكن تسوي زوم آوت للاسق النص إذا كان عندك آيفون بحجم الماكس شاشة الكبيرة وتستخدم الكيبورد ولكن بإيد وحدة فاضغط ضغطة مطولة على هذه اليقونة من ثم حدد اتجاه الكيبورد والحين ممكن بكل وساطة تستخدم الكيبورد في إيد وحدة ولو تلغي الكيبورد وترد الكيبورد الجديم تسعين مرة قلت الكيبورد معلش؟ اضغط على هذا السهم ورح يرد لك كل شي طبيعي إذا حاب تكتب رمز أو رقم بشكل سريع وترد على لوحة المفاتيح فاضغط ضغطة مطولة على لوحة مفاتيح الأرقام بهذا الشكل من ثم ممكن تكتب الرقم وتشيل صبعك مباشرة رح يردك على اللوحة إذا كان عندك الأرقام باللغة العربية أو الإنجليزية وانت تبقى تكتب الرقم بالعكس فتضغط ضغطة مطولة على أي رقم رح يعطيك اللغة الثانية ممكن تحددها بهذا الشكل إذا كان عندك كلمة وحاب أتمدها فممكن تكتب إحدى الحروف من ثم تضغط مطولة على التنوين لا تشيل صبعك واللي في سار فك صبعك على الشرطة هذه وممكن تعيد العملية بهذا الشكل وهذا الشكل قدرنا نمد الكلمة إذا حاب تحط إيموجي معين ما يحتاج تبحث في الإيموجي وتضيع وقتك لا أضغط على الإيموجي واكتب الإيموجي اللي تبغاه كمثال برتقال مباشرة رح يعطينا هذا الشكل الحين باللغة الإنجليزية أو العربية أنت ما يحتاج تكتب حرف حرف لا ممكن تسحب على الحروف لإنشاء الكلمة بشكل أوضح أنا حين مثلا أبغى أكتب هلا فممكن أسحب بهذا الشكل لاحظ معي سحبت من الها للام للألف بهذا الشكل كتب لي هلا طبعا أنت لازم تفعل الخاصية هذه من وين؟ أدخل على الإعدادات من ثم عام من ثم لوحة المفاتيح من ثم بتحصل عندك الساحب للكتابة فعل الخاصية بهذا الشكل لوحة بتكتب بحروف فكلنا عارفين أن أول حرف ينكتب وبعدها فعشان نتفادل موضوع هذا ونكتب بالكابيتل نضغط على هذا مرتين بهذا الشكل خلاص الآن ممكن نكتب بحروف كابيتل بهذا الشكل تشوفون المايك هذا أنا ما أقدر أستغنع عنه المايك هذا هو تمكين الإملاء يعني أنت ممكن تسولف وهو يكتب لك كمثال مرحب كيف الحال فالمايك هذا ممكن تتكلم بأي لغة طبعا لازم تفعل المايك هذا كيف ممكن تفعله نفس المكان أدخل على الإعدادات من ثم عام من ثم لوحة المفاتيح بتحصل عندك تمكين الإملاء فعل الخيار بهذا الشكل ومباشرة رح يظهر لك تقريبا هذا كان كل شيء أتمنى من أي شخص عجبة أي معلومة يشاركها مع الأهل والأصدقاء ترجمة نانسي قنقر